اهلا وسهلا فيكم بهذا الكيب اللي انا لابسته شغل المصمم اللي رح نتعرف عليها هلأ رولا عمر رح نتعرف على مجموعتها لشتا اهلا وسهلا فيكي رولا صباح الخير يعني شوف الاطعة كتير حلوة بحكي لها الغالب غالب هاي اكيد ما شاء الله عليك اللون جاي عليها كتير لها بأسفل سهلا فيكي رولا إليك ست سنين بمجال التصميم صحيح وتقريبا خمس مجموعات قدمتي خمس مجموعات صحيح صحيح قبل ما نرجع لورا خلينا نحكي بالموجود معنا اليوم شو حبيت تقدمي من خلال هالمجموعة المجموعة هاي هلأ بما انه احنا جايين لشهر اتناش او لشتا داخلين عليه فالموضة هلأ اللي سارت اللي هو موضة الفيلفيت زي اللي لابسته اللي هو المخمل وانتي مركب عليه شو اسمه تطريز صحيح صحيح مركب عليه اللي هو التطريز او حلو شغل الورد حلو هلأ المخامل اه المخمل دك تفرجين هلأ المخامل وعليه التطريز احكي المخامل هلأ في منهم اكتر من الموديل اشتغلنا في منه موديل اللي هو البشتات وهو طالع كتير مرغوب حتى للصبايا مخمل في عليه تطريز انا رب احب دايما انه قد ما بشتغل دايما بحب التطريز اللي هو التطريز اليدوي شغل التراث تبعنا صحيح تمام اوكي حلو هذا مطرز على الاقماشي بزعب هذا لفت نظري كتير هذا حلو اه انه كتير بشبه التطريز اللي هو مفتوح من قدام بعدين هذا الموديل حلو كتير لسهرات مثل اللي مع حضرتك في لونين هلأ انا عامل الشيفون حبيت هاي المرة برضو ندخل الفلفت المخمل بالقطاع بيتلبس على بنطلوم بيتلبس على تنورة قصيرة مع بلت اشوف الابياء لمناسبات وعليز اكيد اه هذا له زنار هذا الوانه حلو كمان سير حلو هذا اه طيب يعني هون عم نشوف الفلفت منشوف الشيفون مع التطريز باطع ممكن تكون للمسائية لسهرات بالصبب او لمناسبة صباحية اكثر صحيح يعني هذا بقدر ادخلين انه حدا لابسه الصبح بمناسبة يعني يكون موجود صح طيب الاحمر حلو خلينا نشوف الاطعة الحمراء الحمراء نفس الفكرة نفس الاشي بس هي بالضبط معمولة على ماش حرير هاي ممكن تقول لشغل عروس او لمناسبة اكتر هل اهم طرز على الحرير رأسا بالضبط طيب رولا الشغل على الاطعة اللي فيها تطريز بيكون قديش مرات صعب ليلا انه الكلتار يحب يتميز بهذا المجال فكيف قدر تلاقي هويتك الخاصة بموضوع التطريز ودمج العصري مع التراثي هاي النقطة المثل ما قلت انتي احنا بمجتمعنا اكتر الناس كمان بتضل ادمام نحب الموضة بنرجع للشغل القديم فانا بطبيعتي بحب ال نقدر نقول لسبور شيك او نمشي مع الموضة بس برضو بنرجع للقديم فبحب ادمج هاي الفكرة انو نشتغل تراسنا بس بطريقة مطورة اكتر بلازر بلازر جاكت حبت ادخل معه طول برضو يعتبر انو سبور شيك لسهرة لطلعة ومخمل هلو اشوفها ولشتها لا جد هاد الجاكت حلو كتير هلو جابه وعندك كمان هداك عم رح نفكي عليها حاطك كتفات موضة يعني هلو لا بعملهم كتير اخباب بس عشان يعطوا هيبة بالضبط الهيبة زي ما قلنا الالب غالب طبعا فشو ملمستي هم يجي عليك كتير حلو حبيبتي اوكي ببعتليك الفاتورة بس نخلص اه والله شو حلو مش بس فلفت فيها شغل يعني فيها وفلفتو كمان بصبت هزا اماش الجاكر انو تكون نفس الفلفت منعج عليها شوف كيف اعطى كمان كسم الرافلس بيعطوا كسم صحيح الرافلس بيعطوا كسم وتل انو الحركة التلية بالإداد تينكيو كتير كتير حلو هدا بالبق على اي اي شي على اي شي صحيح كتير ايه هدا حبيته انا الكحلي نيلي نيلي كتير هاي فكرة شوي جريئة بس انا حبيتها كتير اللي هدا مش بكريز هاي ايش لقماشته تبار هادي كمان نفس الشي المخمل بس نطعم الدهب انو زي الجاكر اللي انا محفر دخلي هون العملة نفسها بالضبط انا حبيت اعمل اللي هولكم لما بتلابس بيجي باف انو كتير فيه نفحة عالية بالضبط اورغنزا وحطينا عليها برضو اللي هي لقروش الاديمة اه على طاعة ينطلون جينز يس بالضبط منو بنفع لسهرة وبنطبس الوقت كمان الناس عم بحبوا هاي ايش بقولوا اللمسات التليفة اه الحمد لله في اقبال من الناس عليها بتحب الشغلات الزيتي شو غضع في الزيتي حبيت فيه حطا يعني مش الكل بحب الاشياء الفونكي كتير زي التول او فحبيت اعمل شي شوي يكون هادي مثلا لعمر اكبر شوي اعم بس كمان انت احتيارك للالوان ذكي يعني بيلفط المظر درجة اللون كتير اه فيها اناقة بحد ذاتها كتير 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 والمخمل هلأ موضة هاي السلم المخمل هلأ موضة وبنفس الوقت انو الالوان الالوان اللي صارت هلأ اللي هي الخمري الزيتي الرويال بيو انت مش ملزمة بنوع واحد من اللقماش او التطريز نعم بالدخلي كل انواع المايش اه صحيح مزبوط بحب دايما انو العب بالاطعان وانو اغيرها بشكل باختلف تماما اه اه اوكي اوكي واحد اللي الفضي هلا هاد الالفين والتمنطعش رح تكون انو الالوان الميتل اللي هي الفضي والسيلفر سوري الدهبي الانحاسي فبرضو نفس الشي عملنا عليها اللي هو شغل التطريز الفلاحي بس اللون الاسود مش مبينة ودخلنا فيها اللي هو السيلفر اوه يعني السيلفر والدهبي رح يكون على الالفين وطمنطعش رح تكون الالوان الكتير دارجة طب اوه رولا ايش بيفرق هالمجموعة عن الاربع مجموعات اللي عملتيها اوه 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 كثير اشياء بتختلف و تسبتي مهارات جديدة كل مره ايش بمجموعة بحس انها يعني هي اجمل شي عملتو اوه 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 مجموعة كانت أول مجموعة بالنسبة لي كنت أشتغل بقمانشي البايات اللي هو تيرتير اللي عملنا منهم بردو جاكتات سفور يعني صعب بردو تشتغل بقمانشي بصعب صحيح فحبيت المجموعة كثير بس لما شتغلت نحن وفرنا عليك موديل شو زر مجموعة ما 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 وفرنا رح تدفع رح تدفع رح تدفع حبيبت قال لي هلأ هاي الأسعى آه هاي هيك بس بك أولتي مع جينز أو في آه جيش هاي فكرته آم الباف عشان آهام حلو صع ما شاء الله عليك كمان برضا لأهلا بغانا اللي بحبو يتواصل معاك مثلا لأ عاملة هيك لا متعودة دايماً خبرة بتلعبدور ما شاء الله اللي بحبو يتواصل معي أنا صفحتي على الفيسبوك والإنستجرام باسم رولا أنتيك رولا رولا بعدين؟ وانتيك سبينغ قريبك اللي هي أن تي إي كي آهام طمام أبت تحسي موضوع السوشال ميديا في ساعدة المصممين يعني آهام قبل كان لازم يا تفتحي محل يا بيت أو يكون عندك علاقات شخصية هلأ أدري أنك توسعي من نطاق وصولك لكتير أشخاص؟ آه بصراحة صحيح أنا خلال ست سنوات أول سنتين تقريباً أو ثلاثة وان شغلي عن طريق البازارات أو أنه نشارك باجتماعات لسيدات أفطور حفلة كذا آه جمعات أوكي جمعات بعديها لقيت أنه عن طريق الإنستجرام والفيسبوك شوي شوي صار لقلي اسم آه ما بنكر طبعاً أنه البازارات بتفتح مجال تعرفي على ناس وتعرفي على تقافات آه شوي شوي صار لأ هلأ أنا شغلي أون لاين وبالبيت أكتر بكتير من أنه ما يكون آه عن طريق بازار أو أو أنه أفتح محل فالسوشال ميديا تلعب دور كتير عم تشتغلي على إشي جديد أو مجموعة جديدة شو حابة؟ آه هلأ عمالنا مثل ما قلت لكم اللي هو على الالفين وطمنتاشر رح تكون الألوان اللي هي المتل الفضي والدهبي فعم نشتغل على مجموعة كتير حلوة إن شاء الله رح تروح إلى القساطين ولا لسه لرقين السهرة؟ لا كان في عندي مجموعة الحمد لله بس في شغلة أنه أنا بعمل كمان على الأوردرز اللي هي جهاز عرايس وطلبات أهم نعمل شغلات مثل هيك حالو فإن شاء الله بشهر ثلاثة رح يكون فيه جديد جديد نازل مرة تانية رولا بلأبدا رولا أوكي كيف؟ رولا رولا انتيك اي ان تي اي كي على الفيسبوك وإنستجرام رولا علي عمر شكرا كتير شكرا لكم شكرا رولا عمر ونتمنى لك التوفيق شكرا شكرا يضيك العافية شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم